السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم أيها الأحباب في حلقة جديدة من حلقات القناة نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكونوا جميعا بكل خير وصحة وسلامة زي ما وعدتكم هكمل معاكم الكلام عن شخصية من أهم الشخصيات اللي أنا باعتبرها موجودة ومؤثرة في الفترة اللي فاتت هي شخصية تبدو أنها شخصية غامضة زي شخصية كده الشيخ الجهري ولكنها شخصية أحسبها أن لها دور في أحداث آخر الزمان شخصية الشيخ حسن التهامي بين قصين محمد ابن عبد الله الحودلي شخصية الشيخ حسن التهامي اللي تكلمت عنها قبل كده في حلقتين وارجعوا للحلقات وهذا الرجل أحسبه أنا شخصيا على خير وأحسبه من المخلصين ناس كتير من أنصاره في اليمن لأنه هو من اليمن بيعتبروا أنه هو الإمام المهدي وأنا عندي قعدة بطبقها على الشيخ حسن التهامي وعلى غيره أن التأكد من شخصية الإمام المهدي لابد أن يكون لها ضوابط شرعية لم تتحقق ولم تنطبق على أحد بعد بكلام واضح جدا جدا أغرب حاجة عايزة أقولها لكم النهاردة الرؤية التي رآها الشيخ حسن التهامي هذه الرؤية أنا باعتبرها رؤية فريدة من نوعها والمعنى أو الدلالة بتاعة هذه الرؤية هيقودنا عفوا هيقودنا لأمور هامة جدا جدا تعالوا ونكاتب الرؤية نستمع ونشاهد مع بعض ماذا رأى الشيخ حسن التهامي أول حاجة الشيخ حسن التهامي بيقول أنه هو شاف هذه الرؤية في خضم خلافات مع جماعات إسلامية في المنهج جماعة السلفيين وجماعة الإخوان وأنه له منهج متفرد مختلف عنهم يعني ويعني في مشدات شد وجذب حدث بينه وبينهم فرأى زعل الشيخ التهامي ورأى نفسه أنه اتجه إلى جبل النور إلى المسجد الله أكبر بس عايز قبل ما أخش في تفاصيل الرؤية أقول لكم على مفاجأة إن الشيخ التهامي بالفعل عرض هذه الرؤية على أحد المعبرين فقال له المعبر بالنص أنك أنت المهدي السؤال هل أصاب المعبر في تأويله لهذه الرؤية إن فعلا قطع المعبر إن الشيخ حسن التهامي هو المهدي وهل إحنا مش بنتعلم وهنرجع تاني نعيد الحكاية بتاعة العائز الأول القحطاني ومعاجه هيمان لما بنوا الأمر كله وعلى رؤية وعلى رؤى أن القحطاني هو المهدي الظاهر إن إحنا مش بنتعلم تعالوا نخش في تفاصيل الرؤية وأقول لكم الدلالات بتاعتها أو البول على طول إن زي ما قلت لكم رأى أنه ذهب إلى جبل النور إلى المسجد بتاع جبل عند جبل النور ويقول نزلت في المسجد ونمت في القيلولة فرأيت في المنام كأني جالس بجوار النبي صلى الله عليه وآله وسلم دلالة جلوس التهامي بجوار النبي أنه على منهج النبي أو قريب من منهج النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويقول الشيخ حسن التهامي خدي على خد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيننا سيف يقبله رسول الله من جهة وأقبله من جهة أخرى طيب الخد على الخد دية إيه الدلالة بتاعتها أن الرائي اللي هو التهامي من نسل رسول الله وبالفعل هو من آل البيت النسل بتاعه الشيخ حسن التهامي يرجع إلى آل البيت وبيننا سيف يقبله الرسول وأقبله معنى أن هذا الرجل الذي هو من نسل رسول الله سوف يكون له دور في الحكم في نظام الحكم القائم على الخلافة في آخر الزمان إيه هو الدور هل سيكون هو الرجل الأول هل سيكون أحد المساعدين هل سيكون الله أعلم الله أعلم والرسول صلى الله عليه وسلم أعطاه السيف ثم وده يؤكد الكلام اللي احنا بنقوله أنه هيب له دور في نظام الحكم القادم خلافة على منهاد النبوة اللي هيقودها الإمام المهدي وده عكس ما تطرق إليه المعبرين أنه هو الإمام المهدي لا الرؤية لا تدل لا تدل ولا تعبر على ذلك لأن الرؤية ليس فيها الدلالة اليقينية هي هو ممكن ممكن ما بنقولش ما بنقولش لا بنقول ممكن ولكن يقينا تدل على ذلك لا وإنه ما بنقولش حيث فاهم الوقت التي ستحبه بيت المقدس لبيت يحوط علينا وانفتح هذا الباب معناها أن هذا الرجل سوف يكون له دور في تحرير الأقصى الأسير لأن صور وبيت المقدس يعني أن بيت المقدس مأسور محتل وسوف يكون له دور مع السفب في تحرير هذا البيت وانفتح هذا الباب وارى الدجال واصحاب الدجال قادمين الينا فواضح جدا من الرؤية الصراع والدور الواضح جدا للدجال في اخر الزمان في تحريك الاحداث فاحسست في نفسي ومنها طبعا بيت المقدس واحتلال بيت المقدس فاحسست في نفسي انه الدجال والقادمين معه وانا والرسول فاخذ الرسول مني السيف وذهب الى قتال هذا المعاند فقلت في نفسي ان لم استطع ان اقاتل وحدي فلا اتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الرؤية معنى واضح ان الرائي علما انه لن يستطيع ان يقتل الدجال ليس لعجزه ولكن لانه يعلم ان المكلف بقتل الدجال هو نبي الله عيسى ابن مريم هذه هي دلالات الرؤية فبعدما انتهت طبعا كده الى هذا الحد انتهت الرؤية فهذه الرؤية ايها الاحباب تدل انها ظردل اللي هو الشيخ حسن التهامي نسأل الله سبحانه وتعالى ان يفك اسره سوف يكون له دور كبير مع الامام المهدي انا شخصيا رؤيتي وممكن اقول الكلام ده الاول مرة اراه من وزراء الامام المهدي اراه من وزراء الامام المهدي خاصة انه من اليمن واليمن ذكر لها فضل كبير في نجباء الامام المهدي فاراه من وزراء الامام المهدي واراه ان له دور كبير في مساندة الامام المهدي واراه باذن الله وهذه يعني ممكن الناس المتابعين لي بشارة بفك كربه عما قريب باذن الله يعني احنا نحسابه على خير هذا الرجل ويعني انصاره احنا بنقول الناس اللي هما بيتكلموا ان يقينا هو الامام المهدي نقول لهم لا نستطيع ان نجزم الى الان لاي شخص انه هو الامام المهدي كلها مجرد ترشيحات طالما ان الرجل ان انا كلامي واضح طالما ان الرجل لم يقل عن نفسه انه الامام المهدي فهو في دائرة الترشيحات فهذه الرؤية اجمالا لا يوجد فيها ما يقطع ويؤكد ان التهامي الشيخ حسن التهامي ابن قسين محمد بن عبد الله الحودلي هو المهدي لا يوجد فيها ما يؤكد ذلك وارى ان المعبر قد بالغ في هذا الامر قد بالغ في هذا الامر ده وجهة نظري مع ابقاء احتمال ان يكون هو في قائمة المرشحين طالما انه ما قالش على نفسه انه هو الامام المهدي بكلام واضح وهناك كلام عشان فيه ناس اللي هم اللي بيطلعوا يتكلموا دولة يعني بنرجو منهم ان يتحلوا بالقليل بس القدر القليل من الزكاء فيه كلام يقال للعامة وفيه كلام يقال للخاصة وللأسف بنلاقي فيه ناس عندها خلط ما بين هذا وذاك احنا في الاخر ما عندناش اي مانع ان اي شخص يطلع هو الامام المهدي من مصر من اليمن من اي مكان من الجزائر من المغرب العربي لا احنا وراه يعني احنا ورا الامام المهدي بس تتحقق الشروط التي اخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم البيعة بين الركن والمقام خروج جيش الخسف يخصف به في البيداء يبقى تأكدنا ان هذا الرجل هو المهدي وكلنا وراه بغض النظر عن الدولة بتاعته ده اجمالي الكلام انشر هذه الحلقة حلقة همة جدا جدا للاهمية بارك الله فيكم سلام الله عليكم ورحمته وبركاته اشتركوا في القناة